مساء الخير فتحت جنة عدن ولبنان عند باب المندب السياسي والاقتصادي وزاد عليه الاستحقاق البلدي فمفاعل الاتفاق في الصين تسر بين صنعاء وطهران والرياض وتتوج غدا بزيارة وفد ايراني الى السعودية اذانا بفتح السفارة والمفاتيح الدبلوماسية المتبادلة تتقدم بالتوازي ومسيارات يمنية سلمية هذه المرة وذلك توصلا الى اتفاق نهائي على وقف اطلاق النار تسكت المدافع واطلاق الصواريخ في المثلث اليمني الايراني السعودي وتركب المنصات السياسية في لبنان والموعودة برشقات جديدة من امتلة البلد الاصيل فكل القوى السياسية والحزبية من دون استثناء دخلت في حلبة صراع على تأجيل الانتخابات البلدية والعلامة ظاهرة على اخرهم تقول انه سيطيرونها في اقرب فرصة لكنهم ينتظرون الانتحاري الذي يتبرع بتفجير نفسه قبل ايار فمجلس النواب يرميها على الحكومة والمقاط كان نجيبا في فهم الملعوب وقد وضع الكرة في ملعب المجلس والتشريع فيما القوى السياسية تتمنع عن عقد جلسات نيابية لان اولوية مجلس النواب هي انتخاب الرئيس وادرك الثناء الشيعي بدوره لزوم اللعبة فاعلن جهوزيته لاجراء الانتخابات مطلقا النفيرة والتعبئة لماكينته الانتخابية في المناطق والتيار الوطني الحر تشاطر على الجميع فاعلن الموقف ونقيده وافرز موفدين للمساومة على التأجيل فيما القوات ضربت صدقيتها بصندوق السحب الخاص فهي تحرم استخدام امواله في الحكومة وتحللها في الانتخابات البلدية كلهم يكذبون ويظهرون النقاء في انتخابات بلدية تتجه الى التعطيل وحلوة يا بلدي والاحلى هو العراق المنتظر في جلسة اللجان المشتركة يوم الاربعاء وهناك سيخرج النواب الى المنصة الاعلامية جموعا غفيرة وكل سيدعي انه مع اجراء الانتخابات وسيدلي بدلو كتلته الحريصة على اتمام هذا الاستحقاق وفي موعده من دون زيادة او نقصان تماما كما كان ينادون بكذبة ان اموال المودعين مقدسة ولن يضيع حق وراءه نائب وبناء على منازلة اللجان الصدمية المشتركة سيرفع الامر الى الهيئة العامة لمجلس النواب التي ستجد نفسها امام حتمية التمديد للمجالس البلدية بموجب قانون ووفقا للاراء الدستورية وبينها لمحافظ بيروت السابق القاضي زياد شبيب ان استمرار عمل البلديات ما لم يحصل التمديد هو امر غير قانوني ولا يمكن التذرع بمبدأ تسير المرفق العام وليس هناك نص يسمح لكائن من كان بان يسير العمل البلدي وذلك طبقا للمادتين 24 و25 من قانون البلديات ورفع حالة التأهب في الليجان للتطيير البلدي تواكبه حركة وزرية لم تحظى بالبركة حتى الآن لانعقاد جلسة مجلس الوزراء المؤجلة بحسب معلومات الجديد الى ما بعد عيد الفصح لدى الطوائف الشرقية حيث ان اللجنة الوزرية المخصصة لدرس رواتب القطاع العام استضمت بارباك ارقام وزارة المال ومع الفراغ في السلطات من رأس الهرم حتى المجالس المحلية وتعطل مجلس الوزراء مرحليا فان الجديد تملأ هذا الفراغ بالمشاعات المناسبة ومع اقتراب الانتخابات البلدية افتراضيا زادت التعديات على املاك الدولة في قرى الجنوب وكثرت بغطاء سياسي يشكله تحديدا الرئيس نبيه بري ومطرقته وسندانه على الارض في حين توضع قوى الامن الداخلي في الواجهة مع الاهالي وحدة التحقيقات الاستقصائية في قناة الجديد تفتح الملف وتوفق تغطية القاد على الابراهيم لمخالفة فاضحة على الاملاك العامة